مرحباً مرحباً برد من الاشتراك في القناة إذا لم يكن اليوم، بكراً سوف نتليب هاليومين بكون نازل سوف يكون الفيديو جاهز معي لأنه كمان شوية طلع عشا فأريد إياكم تكونوا معي تشوفوا كيف انا رح أعمل ميكياجي لليوم لهلأ صراحة ما في ميك اوب لكم معين براسي بس حبي يكون في شي على عنابي شي في كليتر في رموش فخلينا نشوف بهالتوطويل كيف رح نمشي ستب باي ستب حسنا؟ رح أبدأ بالبرايمر كما يحباً من غيرلان صح هو شوية غالب بس عن جد يا جماعة أول شيء يحتاج لكم هذه الأدلة تضرب واحدة وتكافي لكل الوش بيرطب البشرة ما بيحسس البشرة بيغطيها مثل الفت كتير حلوة وعن جد يعني لو دفعك حقه ستبقى كل مرحب يستطيع حسنا؟ وشايفين كيف يعمل هكذا تعرفون البرايمر الكتير حلو رح يثبت لكم الفونديشن وما رح يتحرك الفونديشن لأنه رح يكون شوية عم بلسك هلا بس على المناطق اللي شوية عندي فيها مسامات واسعة رح أستخدم من بنيفت هالكمية كتير صغيرة كمان البرايمر الكتير صغيرة كمان البرايمر الكتير صغيرة كمان ورح أحطه على هال مناطق اللي أنا عندي وبضغط عليه بس هك فيها مسامات ومعثار شوي رح أبلش بالفونديشن رح أستخدم اليوم أول مرة بستخدموا على قناتي كنت صورت فيديو عملت عليه ريفيو للفونديشن بس ما نزلتوا لأن ما كتير عجبني وكانت ريفيو كانت فرست امبريشن يعني أول مرة بجلبوا قوم كامرا معكم هذا الفونديشن هو فلتكفر فونديشن من لانكم اسمه تنت ايدل ألترا وير طرحه كتير حلو مكتوب عليه انه 24 أورز كومفورت ويتوتش فيه يعني ما بتضطروا ترجع تعيدوا عليه وفعلا هو هيك بس تحطوه خلاص انتوا عن ذا سيف سايد ما بتضطروا ترجع تعيدوا عليه بيضلوا صابت معكم كل السهرة كتير حلو لأوكيجنز عرس عشا كتير حيالة مناسبة سوف اضطروا ورح وصعه على بشرتي وبدأت ادمجوه على البيش بالسبونج هاي أول مرة بكون عم تصور جت رادي بي تحملوني بريز بمناسبة اللاعب قبل ما انسى عدساتي اليوم من بيلا اسمهم غري بيتش كتير حلوين ناترل بيعطوه هايك جمال للوجه و للعينين بس بنفس الوقت ما بينهل هو انو حطينا عدسات لونه كتير طبيعي كتير بحبو مع هادا الفونديشن لانو جربتو كزا مرة وحطيتوا على وجه كذا مرة أخبركم شغلك لما استخدم الكنسيلر من ماك البرولانجوير والتي هو مفيد من الكنسيلر كما تعرفون لذا عندما بحثت عن الكنسيلر عادة الكنسيلر تبع ماك بخليص يهدى شوي على تحت عيني تقريبا شي دقيقة قبل ما ادمجه مع هيدا الفونديشن ما فيكن تعملوا هاي الحركة لانه دغري بيصير مات تغريب بيصير على باودر بيكون الكنسيلر بعد وما نشف فمحل الكنسيلر بيصير بيقطع صبت كنت تكونوا كتير كتير منتبهين شو نوع الأشياء تحطوه فوقه اوكي هلا رح استخدم هيدا الكنسيلر من لارنس اسمه صوفت مات كمبليت كنسيلر كتير سمعت رفيوز عليه انا صراحة ما كتير حبيته بس يعني بحب النارز الكنسيلر هدا كتير بيقلب علامات وكتير بكون ناشف بس رح استخدم منه كمية كتير بسيطة بس لغطى الصبات تحت العين رح اعمل اضاءة بكنسيلر ثانية اوكي رح اخدها ببرش بس كمية كتير كتير بسيطة اوكي اوكي وراح حتو هون عندما عندي شوية اسود هون لك رح طب طب علي طب طب بس كمية كتير رح اضاءة رح اضاءة مك بس زي ما قلت لكم هاي المرة ما رح طول على ما رح اضاءة زي ما بحطة بالعادة فرح اضاءة كتير قليلة بس وان دروب للعينتين مش العين واحدة ومنفس البرش ما رح اضاءة رح اخدها وراح اضاءة تحت العين اضاءة لانو حتت نورس كنسيلر ماني مضطرة اعمل بيكينج ابدا تحت العين بس رح اضاءة بس رح اضاءة باودر كتير 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 بس عشان ما يخطط ماي باللورة مرسية باودر وكمية كتير 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 كتة عالاخر اذا بس رح اضاءة باختة عين بس غير اضاءة بس رح اضاءة بس بحيدة بس 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 استوباصة رح اضاءة ذات غير آپ ان اضاءة بس ان الشيء اضاءة الكثير من ميكا فرأفر، كنتوريه، همش كنتوريه استكتبت بل ألتراه ايج دي فونجيشن بس امستخم القنتوريه بعدين بالبش نفس الى استخدمت رح يخد شوي و رح عمل كنتوريه للنوز انا صراحة مني كتير مع انو كل ما بدي اجق اعمل ميكوب اعمل كنتور للنوز بس بما انو اليوم طلع عاشا وابدي اتصور كذا صورة للانستغرام سويا بدي انو النوز تكون شوي مبين اصغر بس بالعادة ارون كنتور مي نوز وزراحة تانية منو اتنقلك عندي شي كتير مهم انو اعمل كنتور للان بعدين نحس انو نوزي يعني مو كتير عاطل يعني بتحمل انو اطلع في بلا كنتور ديما نخلو عندكم ثقة بحالكم راح سبت الكونتورين بالكيمي كنتور بالباودر وهي دي كالعادة من ماك دور كتير بعدين انو عندي كتير برونز رجز بس هيدا برونزر خلاص لك حسيت انو اتصور خصوصا لأبصيف سو تغرب يعطيني اللون انا بدي اع بس ديما يعني استخدموا كمية كتير قليلة على البروش هلأ صار وقت الهايلايت واليوم راح ستخدم هيتا الهايلايت من ماك اسمو بيمينج بلوش ورح استخدم هاي البروش نفسها اللي سبت فيها الباودر وسو راح اخد كمية كتير محترمية يعني كتير كبيرة ورح عمل فيها هايلات تطلع وين الضوء عم بيضرب عندي هلأ بمأنه حطينا كتير باودرز وكريمز هاي شغلة اتعلمتها من لارا لي عن يوتيوب شهي يوتيوبر اللي بتعمله انه بعد ما بتحط كل الوجه الباودر الكريمي كل شي بتعمله انه بتاخد ساتينج سبريي انا راح اخد طبع نكس اوكي بترش كل وجه بعدين بتبطر فوقي بالسفنجة لحتى كل شي ينخلط مع بعضه ما يبين انه كتير باودر اوكي بالسفنجة لاحظوا ان ما في شي بيرو بتضلوا نفس الشي اللمع بتضلوا نفس الشي القانتر بتضلوا نفس الشي بس ما عاش ببين عندي البلش كتير كيكي وخصوصا امستخدم فونديشن في الكبير اوكي هدا الحواج بخلصه اقصى شي اقصى شي اليوم مو راضي نضبطه بالمرض اخذ اخذ اول اخذ السندلبت ليكون الي راح اضعه اللاج ان شاء الله اليوم ستبت عشرة تسعة راح اسافر مع النيكس اريبيا لحتى يعلنوا عن اسم الفايز بالمثابقة تبعت النيكس اريبيا فايز اوورد كتير مبساطة بالاستخدام مع اني حتى ما اتقهلت من للتوب سيكس بس عن جدي كتير مبساطة بالاستخدام لانه كانت مبساطة انه قدم على شي ميكوب ولم يكون من اختصاصي وهو تحسنته بس حبيت الحياة وحبيت التسعيل وحبيت انه اشتغلت وطارت افكر بالموضوع اطلع بايدييه اكيد كانت جاءة عوالي اكون من الجمال بس حسب التصويت مات اهلت وصير يعني في سيزن جديد اكيد ان شاء الله بلاس اي دوران سوف أتعرف عليهم و سوف أتعرف عليهم و سوف أتعرف على الناس الذين كانوا معي بالتعامل و كنت أفكر أنه أعمل فلوغ لهاي السفرة و أنزلكني على اليوتيوب حتى تكونوا معين حظة بلحظة لذلك لا أعرف أنتم شو رائعون خبروني لكن أنا جدا و متحمسة أن أصور فلوغ للمرة الثانية و أشعر أنه حلو الموضوع رح يكون لهاي المرة عني فلوغ سوف أتعرف أنه سوف أتعرف بلوغ و رح أخذ رشايف لفي و بس رح أخذ كميات كثير بسيطة منه و رح أبلش أحطه على منطرف الخرج للعين هلأ رح أخذ بس مولر برش هايت بلنينج برش واحدة صغيرة من ماك رقمه 221 الحمد لله لسه مالحق راح الرقم علينا حسنا رح أخذ نفس اللون و رح شوي حدد في الجفا حلوة هاي البرش لأنها رفيعة فتحط البروتكت بدقة بس نوصل وقت تعمل بلنينج العلاج حسنا حتى سوف أتعرف هذا المaci حديد Web وأسب alumnkellot ب Forest هؤلاء كثيرة عمية الكلتر استخدمتها بالنوم فيديو اللي عملته لمشاركتي مع نيكس فهذا اللون اللي بيجي فيها هلأ برج يكون يوم هيك في لمحة أخضر على فطي على بينك فهذا هو اللون اللي حاب استخدمه كجلسر على الجفن المتحرك بس عشان بيين اللون واضح اللي راح استخدمه نرح حط اللون على البروش بس خليني نجرب ورح رشو من الدوية فنش سبري بطلع شو حلو اللون بيجنن اللون بيجنن وضغري هيك يبين اللون اللانسز اكتر عمبي على الطرف من برا شوي تقل الايشادو رح استخدم هيدا اللون من نفس البالت اسمه كوكم هلأ رح حدد العين من جو رح استخدم هيدا القلم من برجوان لانه بجنن ما بيسيح ما بيسلو شي رح حط نجريه و شوية رح غمقه عن الترف من برا من هون اوكي يعقى رح تلعه لبرا والباقي رح جوه بعمل أي لين هلا مع هذا اللوك يكن يجابه اي لينر اوه 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 بعدني ما معرف إذا رح استخدم اي لينر او لا رح تأي لينر بس رح يكون بس هيك من برا دعنا نرى هذا القلم من نكس كثير رفيع كثير حلو كثير تقريباً خلصنا العينين سوف أركب الرموش سوف أستخدم اليوم بي جاي العشز سوف أسمون بلقيس والذي قلوه سوف أستخدمه سوف يكون من بي جاي العشز سوف أستخدم ووو لا أحتاج أيلانر سوف أستخدم سوف أستخدم من نكس لانجري رقمه 08 بي جاي العشز سوف أضع المالعين بأسوار سوف أضع سوف أستخدم سوف أستخدم سوف أستخدم هذا نفس اللون تقريباً من براند اسمه سميلي سوف أستخدم حسنا سوف أستخدم سوف أستخدم هذا اللون اسمه سيلم من الليمي كريم يأتي لون كثير منه سوف أستخدم من اشعر السلم رحب أصبعه مده اللون اللون راح احطو بعدي كمان من الليام كراين بس رح استنى شوي ها دين شوف هاد اسمه سينت اذا كنت اخلص هذا اللف بس تسيل كل شيء اف راح ارجع استخدم اللبش الاستخدام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة